ممكن حد يجيب لأولاده فلو سمحت بسمة سيبك من بابا خالص وسيبك من ماما خالص ممكن حد يجيب لأولاده وتباول لإرادية اه طبعا أولا دي حاجة معروفة جدا في علم النفس اه يعني ايه بيجي من ايه تباول لإرادية كل الاطفال بيجيهم تباول لإرادية بعد استبعاد الأسباب الطبية يعني بعد ما يروح يعمل تحييل ويعمل أشعة ويعمل كده ويكتشف وأنه الموضوع يقولك دي حالة نفسية ايه الموضوع؟ هو عايز اهتمام فانت بتعمل كما تتضرب يا حبيبي مش عايش حدا هيتم بيك يا بابا هو عايز اهتمام عايز يعبر عن نفسه ومش قادر احنا كده هنشوفك لما انت تعمل على نفسك تولد يا سيتي ده ساب كونشس معقولة؟ وستي هي الإنسان مش هي بس أي حد عنده تباول لإرادية هو عنده مشكلة صدمة هو أصغر من انه يتعامل معها أصغر من انه يعبر عنها يخاف يتكلم يقول انتو كفرت وسيقاتي لأنه على طول عايش في خوف ممكن تيجي الكبار السنة كمان صح يا أمال؟ لا كبار السنة ده موضوع تاني هو التباول لإرادية في الأطفال معروف انه نفسي من سنة كيم طيب لكيم وده موجود في بيوت كتيرة جدا نتيجة التلاق نتيجة العنف الأسري نتيجة التفريق في المعاملة بين الإخوات نتيجة انه مثلا أنا كنت البكرية خمس سنة سنين فواخد الاهتمام كله وبعدين فجأة يجي كائن ياخد مني أبو يا ومي فأنا مش عارفة أقول أن أنا متضيقة أو أنا مش عارف أو لو أنا مذكرة ومش عارفة أقول فيبتدي يحصل اضطرابات نفسية قد تؤدي إلى تباول لإرادية طبعا حبيبتي مش عايزة أقولك إحسائيات بس كتير قوي كتير قوي الحالة دي موجودة بتخلص بتاخد مرحلتها وتخلص تبوا تعاملهم معها لما عرفوا كده بيتريعوا عليها ده طبيعي ده تعملوا إيه بسي هما بيمشوا هما تقتهم معكوسة في شغلتي أنا إنسان تقته معكوسة بيشتغل عكس مصلحته وعكس نفسه هو في حد في الدنيا بالفطرة يقصد يهين أو يدمر ولاده أكيد لا هما ثقافتهم كده هما ما يعرفوش يعني إيه العقل الباطن بيكون طريقة يحمي بيها نفسه من ألم معين عشان يدفن على لحظة عذاب معينة الناس اللي ثقافتها كده مش هيفهم من أنا بقولوا ده ولا ما يفتك أقول لك دي موسع أو إذا الناس اللي ثقافتها كده بتلتمثي لهم أنا عشكاول طبعا ممكن أنا بالنسبال بتلتمثلهم الأعزاب أنا بالنسباله مكنونة أيها